السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد مع عبر من القرآن الكريم حيث نقف مع الآيات و بين سطور الآيات و ما وراء الآيات لننظر و نفهم و نتعمق و نتعلم و نتأثر و نعيش مع القرآن و نستشعر تماما كيف أن القرآن الكريم يعيش معنا قال الله تعالى وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين من هؤلاء الذين من نبي الله و نصلي عليه يأمره الله عز وجل أن لا يطردهم في بداية الدعوة الإسلامية من أيام مكة المكرمة المشركون دائما يطلبون طلبات يتقدمون للنبي الله و نصلي عليه أعمال هيك ساوي هيك بدنا الأمر الفلاني حول جبل الصفا إلى ذهب بدنا أن تشق لنا القمر يطلبون طلبات كثيرة وهم في حقيقة الأمر لا يريدون أن يؤمنوا و إنما هي كما ذكرنا هي فرق بين المعجزة و بين المعاجزة هذه معاجزة هم لا يطلبون المعجزة و إنما يطلبون طلبات كثيرة فقط من أجل أن يضعوا عوائق بينهم و بين الإسلام سبحان الله و هذا من قلة التوفيق فجاء مجموعة من رجال قريش الكبار قالوا له أنت من أتباعك عمر بن ياسر و خباب بن الأرت و سمية و ياسر بن عامر هؤلاء الضعفاء نحن ما بدنا نجلس معهم يعني يجب عندما نأتي إليك لازم أنت تطردهم لنجلس و نسمع منك و نسمع الكلام و نسمع الآيات اللي أنت عم تتكلم منها و نتعلم عن الإسلام أكثر ثم نرى هل نسلم أم لا نسلم النبي اللهم صلى عليه نظر في مقالتهم و يعني كأنه يريد أن يقتنع بكلامهم أنه هلأ خليهم يجوا يسمعوا الكلام بعدين يعني نؤاخي بينهم و بين هؤلاء و نعلمهم كيف أن الإسلام للجميع الإسلام ليس للضعيف دون القوي ولا للقوي دون الضعيف ولا للأمير دون الأجير ولا للغني دون الفقير الإسلام للجميع و لكن هؤلاء أصروا و في مرة من المرات أرادوا أن يستكتبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم أحد و أن يختم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاتمه أنه خلص عندما يأتون إلى النبي الله مصلي عليه يصرف هؤلاء الناس المستضعفين من أمثال الذين ذكرت أسماءهم و حتى مرة من المرات حصل أنه سيدنا عمر أراد أن يتكلم مع نبي الله صلى الله عليه أنه خلينا نسمع منهم نجلس معهم فأنزل الله تبارك وتعالى و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات و العشي هؤلاء الذين آمنوا و أتوا راغبين و أتوا مسلمين و أتوا مسلمين و أتوا مؤمنين من قلبهم تطردهم من أجل هؤلاء يلي ممكن يآمن و ممكن ما يآمن و اليوم بده يشوف و بكرة بده يفكر و بعد بكرة بده يطلب طلب آخر و اليوم عم يقول لك الإيمان للجميع من أراد أن يسلم عليه أن يعلم أن الإسلام ساوى بين الجميع الناس سواسية كأسنان المشت فالله تبارك وتعالى أنزل شوفوا الآيات الجميلة كيف نزلت متتابع ليس فقط هذه الآية و ما بعدها الله جبر الخاطر من الله عز وجل كيف يجبر بخاطر هؤلاء الضعفاء و هؤلاء البسطاء و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا يعني هؤلاء الذين أسلموا من هؤلاء الضعفاء طيب في ناس من الأشراف أسلموا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه من سادة قريش سيدنا عمر رضي الله عنه من سادة قريش عثمان بن عفان من أغنياء قريش عبد الرحمن بن عوف من أغنياء قريش يعني يوجد ناس من الوجهة أسلموا و آمنوا بالنبي الله صلى الله عليه من الأيام الأولى و كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا من أجل أن يقول هؤلاء الكفر أهؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني هلأ هدولي اللي أسلموا و الله اصطفأهم للإسلام و نحن يعني من آمن يعني لا يبنعهم إلا الكبر فالله تبارك وتعالى أجابهم أليس الله بأعلم بالشاكرين و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم شوف تطيب الخاطر من الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين الضعفاء و إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك و أصلح فأنه غفور رحيم و الحمد لله رب العالمين و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة